الحمد لله على السلام اشتغطلك انا كمان اشتغطلك قليني كده الله حلوة قوي يا عالم اسلاملي يا حبيبي علي كان عايز جيبلك وردة او شوكولاتة زي ما شاف عم عثمان بيعمل لما كان بيزور واحد صاحب بس انا قلت له ستك مش غريبة بقى قل لها انت قلتلي ايه ما ينفعش ندخل على تيتا وهي قدينا فاضح يا حبيبي يا سلامة عالجدعانة يا ناس ربنا يخليهلنا ويفرح ابوبي يا رب ادخل سال فل الف سلامة عالست الوالدة شامات وكمان جايب ورد لا مش انا دي اقل لحاجة يسنت الحقيقية بسو مع تيتا خب الوقت خب الوقت دل على سلامتك يا حبيبتي والله شاكلك خصة كده ايه قلت لي سلامة بسولة سلامة يا حبيبتي وانت عرفتي منين اذا كنت خصة ولا تخنانة لانت اول مرة تشوفيني ايه اللي انت دخل علينا بيه ده ايه اللي شبتت فيه يا عمرة وكمان كنت بتقولها لأ كمان كنت اضربني انت بشي في عاملة ازاي اتهب الى شاماتها لا انا مولوك كده مانتي لسه باي ثانية مانتي ليكي واحدة اه فاطمة صحيتي فاطمة مانتي بوزة عمر عمر مين دي دي هاناديا هانيا زملتنا في الشغل بس مفيش واجب بياما بتفوتك طهور عيد ميلاد سبوع ختان تلاقيها زهرة كده ما شاء الله ما شاء الله والله يا ماما وماليكي علي حلفان اول ما عرفت استقذبت من الشغل على طول وقلت اجي طل عليك تتخيرك يا بنت ابلعي ريئك يا حبيبتي تشرب ايه جرك الحاجة ساعة ايه يا اختي يا اختي باتا 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 ده ابنك لا انا عبنك اه سيك بالوقت بس دبني انت متجاوز؟ كنت اول مرة عرف انك متجاوز تزعل دي كده ليه وقتا لا يا حبيب طانطي طانطي مزعلتش خالص السلام عليكم عليكم السلام السلامة الله بركاته الحاجة سيد صاحب المحل اللي احنا بنشتغل فيه مع فاطمة اول ما عرف ظروف الحاجة اكرر انه لازم يسلم عليها اهلا وسهلا يا حاجة اهلا وسهلا تفضل فاطمة اهلا اهلا وسهلا يا حاجة سيد اهلا اهلا وسهلا تفضل كانت فيه داعي للتعب يعني لا لا الوصول كده حمدله على السابط الحاجة يا انيسة فاطمة الله يسلمك يا حاجة الف حمدله على السلامة يا حاجة فضل يا حاجة والله يا لولا الملامة كانت البنات كلها جات بس خاف يعملوا دوشة في المستشفى الله يسلمك يا حبيب الف سلامة يا حاجة الله يسلمك يا اخوي احنا مش هنقض هنا كتير عشان الحاجة تستريح وانت يا أنيسة وفاطمة ما تحمليش هم الشوكرة تعالي وقت ما انت عايزة والألمونيا يا شغالة متشاكرة قوي حاجة زي اه تشربوا يا جماعة حاجة ساقعة حاجة سخنة الحاج شكله ساقع طاقم ساقع وطاقم سخنة شمات لا خليني معاك في السخن عشان الساقع الموارزة بيعمل لي اجتهاب في الكولون في الكولون اه اه طاقمين سخنة شمات انا كان معايا ابني راح فيين انا هنا يا عمر لسه محتاجة صنفرة تانية بقولك يا اسطح انا مستعجل اه لسه مش عرضة بشغل النص كم انا محل اكل عايش يا اخواني انا يا بشماندس تقمر مش هوصيك راح تقمر قلت ايه يا حبيب خالو قلت ايه يا خالو فان انا يعني اشيل معاك الشيلة اشيلها يعني من ناحية الادارة بس نعم مش فاهم يا خالو يعني حدور معاك المكان يا كامل ولما انت تدور المكان يا خالو انا هتبقى صفتي ايه لا صفتك ايه في ايه ده انت الكل في الكل انت صاحب رأس المال صاحب الفلوس وليك برشتيجك في كل حاجة انا اقدره بس بس بص يا خالو من الاخر كده عشان بحب الشداغك كتير ولا بحب الزن خلي كل حاجة الوقتها اخر شوف يا بنختي انا طول عمري عايش لوحدي لا ست ولا عين ولا تعين الوحدة صعبة قاوة كامل وبالذات لما ما يكونش عندك شغل بتحس باكتئاب وتحس انك عايز تعمل في روحك اي حاجة انا دوايا الشغل يا ابني شغالي معاك خلينا مسكلك مشروعك ومالك مش هتلاقي حد اأمل مني على كل ده وانت كامل اسمع النصيحة دي من خالك هو عالشغل اللي انت داخل عليه يا ابني يسرقك من حياتك شوفلك عروصة بالتحلال تعيش معاها عشان متلاقيش نفسك عايش لوحدك من اربع حطان الوحدة صعبة عارف يا كامل اسعد لحظات حياتي ايه وانا داخل بالمفتاح عالكلون بتاع الباب وعارف ان ما فيش حد جوا بحس ان انا روحت وانا روحتش فريدة 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 حبيبي انا نزلت اشتري شوية حاجات ما حبيتش اكلمك عشان معطلكش مش هتأخر بحبك بحبك متجاوزين بقى لنا سبع سنين حاولت يتعطل الحملة اول الجواز؟ لا مشيته لدكاترا؟ خدتي ادوية؟ كشفته؟ مش على طول طبعاً لما الموضوع اتأخر وقلقنا روحنا نشوف ايه الحكاية ساكتل ايه؟ ما تكملي؟ اكمل ايه؟ قليلي كل شيء دا شا ساعدك؟ ما انا قلت؟ راجلك طبيعي؟ ما تخجل ردي؟ ايوه؟ يعني ما بيعاني من اي امراض اي مشاكل؟ لا ما تقلقيش هذه العلبة في عشب صغير ترشيه قبل النام في الناحية اللي زوجك بينام فيها عشب ايدي؟ دي حاجة هتساعد زوجك وهو معاك في الفراش ايوه بس كل الدكاترة اللي رحنا لهم قالوا ان المشكلة عندي انا هو كويس اسمع الكلام يعني بقلك سبع سنين مع الدكاترة ومحصلش النصيب جربي عظيمة وشوف النتيجة ودي تمنها كم؟ لا دي هدية للستة فريدة وان شاء الله هنسمع اخبار خير عن قريب شكرا تفضل مساء الخير يا حبيبي مساء النور معيش اتأخرت عليك شوية بس اقتين ذلك اشتري مع ماجي شوية حاجات تلع بالها طويل قوي في الفصال ماجي تاني؟ تعمل هي ما هي قصدتني؟ وانت عارفني مابعرفش اكسف حد بس جايبالك معيش انتبوتشات شاورمة تجنم هغير وجيلك ناكل مع بعض شاورمة؟ يعني كمان مش هاكل من ايديكي؟ معلش اهو تغيير وبعدين عشان تشتاق لأكلي بقى طب بسرعة بقى لحسن انا واقع حاضر حاضر جايه ジャيص انا كيف تمكنه أ Palm北 مع谢谢 اشتركوا في القناة تزوجات ي���ب